السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلب تطلاب primary five اهلا وسهلا بكم with you mister محمد النادي. today ان شاء الله we'll complete concept two dividing decimals. هنكمل يا ولاد كلامنا عن division اللي احنا كنا بدأناه في الفيديو اللي فات. هنده بقى النهاردة نتعلم methods جديدة. ان شاء الله we'll start lessons 15 and 16. dividing decimals by whole number. dividing decimals by decimals. طيب هنعمل divide يا بقى تعلي خالص زالي تعلمناه قبل كده بس المرة دي هيزود عندنا decimal point. تعالوا نشوف ايه اللي ممكن نعمله مع decimal point. اول حاجة حبا يبين نتعلمه. النهاردة وانا بعمل divide number one. خلي بالك ما ينفعش الدفايزور يكون عنده decimal point. الدفايزور ما ينفعش يكون عنده ايه? decimal point. ودي مهمة جدا. فالدفايزور هنا لو هو 0.4. ينفع يكون عنده decimal point? قال لي لا. لازم اغيره واخلي whole number. ليه? لان انا في التابل حفظت تابل 4, تابل 5, تابل 7. حتى لو تابل 27, 38 قدر عم multiply. فبقى ليش decimal وتلغباتني. طبعا نعمل ايه? قال لل decimal point ده move to right. بنطلع عبره. فعشان نطلع عبره يبقى لازم اعمل باي 10. فاللي بده كمان زيه بالضبط عمله طائمز 10. ف3.6 باي 10 اتبع 36. و0.4 باي 10 اتبع 4. ونبدأ نعمل 36 divided 4 equals 9. بسكر يا مسل؟ بسكر. يبقى لعملت في الدفايزور بروح عمله في الدفايزور. لو قلت الدفايزور نعمل لك باي 10. لشان نعمل مهمة decimal point. رح رحل الدفايزور كمان عملها باي 10. لازم نفس النمبر. طيب. لو معين 0.8 و7.2 نفس النظام 0.8 يبقى نعملها باي 10. لشان نطلع الpoint باره يبقى 8. يبقى زيه 7.2 يبقى نعملها باي 10. فالانسور كم؟ 72. او سبينتي 2 divided 8 equals 9. ذا نكس. 0.11 ذا تي موهد 2 دجت. او سبينتي 2 دجت. يبقى لو عملت هنا باي 100. يبقى هنا برد عمل باي 100. يبقى دي بقى تسمع 11 وده 33. او 33 divided 11 equals 3. يبقى لغاية دلوقتي اول حاجة انا امترك عليها تعمل ايهية. ان انا دايما بحاول اخلي الدفايزور عندنا يكون مالو ديفيزر لازم مكونش في ديسامل point دائما نكون الديفيزر مكونش في ديسامل point. okay. now mister we will start to use the standard algorithm to find the quotient of each of the following type. وشان عارف استغنمي الstandard algorithm يا mister. إذا زي ما كنا شطرين زمانو عارفين الدفاية كنا نعمل البرول تحت الدفاية داود. ادت 342.7 وادت 46. هل اصبت اكد ان ال46 الديفيزر مفيش في ديسامل point. طيب والديفننت مش مشكلة. هادرح الله لو فيها point لكن مهم حاجة الديفيزر ما يكونش في point. وبعدين بروح رايحين حبيبي نبدأ نكتب تابل كان 46. فنبدأ نقول 46 times 1 equal 46. 46 times 2 equals 2 by 6 is 12. 2 carry up 1. 2 by 4 is 8 and 1 is 9. هكتب لغاية فين يا mister. هكتب لغاية لما اوصل. طبعا السري الوحدة ما تنفعشي. ولا 34 فهكتب لغاية لما لايه 342. ليه؟ عشان السري أصغر من 46. وكمان 34 أصغر من 46. يبنا وطرع عامين على 342. طيب. the next one 46 times 3. so 3 times 6 is 18. 8 carry up 1. 3 by 4 is 12. and 1 is 13. after that 46 times 4. so 4 by 6 is 24. 4 carry up 2. 4 by 4 is 16. and 2 it will be 18. but then again all 46 times 5. 5 by 6 is 30. 0 carry up 3. 5 by 4 is 20. and 3 it will be 23. after that 46 times 6. 6 by 6 36. 6 carry up 3. and 6 by 4 is 24. and 3 it's 27. عرب نامستر. طيب 46 times 7. 7 by 6 42. 2 carry up 4. 7 by 4 28. and 4 it will be 32. شكل هذا يكون أقرب نامستر. 46 by 8. 8 by 6 is 48. 8 carry up 4. and 8 by 4 32. and 4 it will be 36. stop. نكن كنت بدور على مين على 342. فال8 is 342. here it's in between 322. and 368. so we'll write up 7. and we'll write down here 322. طيب. وبعد عملنا الدفاع والباية يا مستر. ليس 7 ما قد فهو نبدأ نعمل ونيجي نقود. 2-2 equals 0. 4-2 equals 2. and 3-3 equals 0. this one can't. الدور على مين يا مستر على 7? لا. الدور على البوينت. ده فيه بوينت يا مستر جت. ايه هامل فيها ايه? البوينت دي بس طلعها فوق. بس كده. اول ما يجي دور البوينت. روح متلها في مكانها فوق. اول ما يجي دورها. وبعدين نخد الديجت اللي بعد وروح منزله اللي هو 7. فيطلع معي النمبر اسمه كام? 207. طيب. لما ياخد 207. وابدأ عمل لها. قال لي 207 دي يا مستر بوس هي هي عند نمبر مين. عند نمبر 4. قال لي خلاص. سيبقى نكتب ال 4 فوق. ونعمل داون هنا مستر مين 184. ونبدأ نعمل مينس. وقال له 7-4 equal 3. وhere it's 1 and here it's 10. so 10-8 equals 2. طب بقى 23. قدامي حاكتين في الانسر. اما قلت 7.4 and remainder 23. بس طبعا احنا دلوقتي اجبرنا وصلنا لمرحلةنا فيها. انا ممكن ما خليش يكون فيها remainder. ازاي يا مستر. هو ده بقى الجديد اللي انا هقولك عليه. ان انت بتيجي بتزود طالما ال decimal point موجودة. بتروح مزود زيره اكسترا من عندك في الاخر. وتروح منزلها موقفها مع الرمندر اللي موجود عندك تحت. اللي هو ال 23. فبقى النمبر الجديد بقى اسمه ايه? بقى اسمه 230. بقى انا اول ما لاقي remainder تحت اعمل ايه? بروح مزود زيره وانزله بس في شرط يكون فيه decimal point. طب لو ما فيش decimal point انا هحط decimal point من عندي وبرضو هزود زيره وانزله فين? في الرمندر. وابدأ اقول اولا ده انا ادرو اتي 230 اهيه مستر عن the number mean عن the number five. so we'll write five up. and the down here 230. and the now the remainder will be zero zero. so the answer will be 7.45. يبا اول ما وصل الرمندر zero zero. stop. the next question. تعال اتشوف ده كمان هنعمل في ايه? يلا. ها اول حاجة بنتأكد منها ايه هي? ان انا الديفايزور مفيش في decimal point. اوكي? طيب. وابدأ اروح اعمل بتاعنا. لوال stairs ادي 8.4.24 divided by 78. تستعجلشي? خلي بالك انا لسه عندي اكزامبلز كتير بقى افكار كتيرة في خلال الفيديو. هركز معايا فيهم. طيب. اول حاجة مسلا نبدأ طبعا ال 78 طبعا اتلو واحدة ما ينفعش يبقى ناخد ال 84 كلها. فاروح رايح في التابل بره وابدأ اقول له ادي 78 times 1 equals 78. بعدين 78 times 2 equals 2 by 8 16. 6 carry up 1. 2 by 7 14 and 1 it's 15. او يا مستر احنا عاوزين هنا ايه? او احنا عاوزين ال 1. يبقى ادي ال 1 by 78 equals 78. يلا بنا نعمل لها minus. 4 minus 8 can't be بورو. صحي كده؟ طيب وهنا يبقى 7 وهنا تبقى 14. so 14 minus 8 equal 6 and 7 minus 7 equal 0. الدور على مين? مش عاد 2 على ال point. فالpoint تطلع ما كان فوق الاول وبعدين ننزل ال 2. so it will be 62. واسأل نفسي. يا ترى ينفع عامل 62 divided 78. اصحابي الوي لا يا مستر لاني 62 it's impossible لانها صغيرة. فما تنفعش. طب اعمل ايه? اللي put zero. لو احنا باكرين زي ماكم نقول ايه? impossible ما ينفعش ان صغيرة نحط مكانها ايه zero. وننزل كمان digital اللي هو الفور. ونبدأ نكتب تابل 78 لغاية لما نوصل الانسر. طبعا عشان بس ما اطولش عليكم. انا اشتغلنا عليها لغاية ما وصلت لغاية اني 8 by 8 64. 4 carry up 6. and 8 by 7 it's 56. and 6 it will be 62. so the answer here it's 8 up and down here it's 624 minus zero zero zero. so the answer here it's 1.08. this is the quotient and the remainder 0. اوكي يا حبيبي. اوكي. now on the next. هيا الله معي. 4.8 divided by 30. او ركز بقى معين. فكرة جديدة بشكل تاني مختلف. فابدأ اول حاجة بابدأ بها هي ايه? الفور. فاسأل نفسي يا طرق يا مستر ينفع نعمل 4 divided by 30. فطبعا اصحابي هيقول لي لأ طبعا ما ينفع عشان روح منزل zero. وبعدين يظهر معي مين دور على مين على البوينت. فقال لي نزل البوينت. والنمبر دلوقتي يبقى اسمه على بعد 48 كيانك بقى خلاص مش شايف البوينت الموجودة. احنا خلاص خدنا البوينت منه. طلعناها فوق جنب الزيرو. طيب. فبقى النمبر اسمه دلوقتي 48. ينفع نعمل 48 دقاري 30 ولا ما ينفعش الله طبعا ينفع. ادي تابل 30 يهو. 30 by 1 equal 30. 30 by 2 equal 60. اللي باس stop. انت عاوز 48. so it's between 1 and the 2. so write up 1. and the down here it's 30. and the make minus. here 8 and here 1. خلص الquestion? لا ما خلص. هنعمل ايه? ده بقى الجديد عندك خلي لبالك هنعمل ايه يا مستر? put extra zero. كنا زمان قبل كده بنوقف لو معي ريميندر. من دلوقتي لا مش لازم اقف ان اقدر اكمل حتى بالريميندر. طب هاعرف ازاي ممكن يبينلك في الquestion يقولك find with reminder. او ممكن يقولك find the quotient to youscut. جبتها بالريميندر. والاحسن طبعا تكمل طالما ليه تكملة. ادي الزيرو اهو يا مستر بننزل. واروح ادور على 180. فبنكمل يا مستر. تابل 30 times 3 90. لو كم منا شوية هل لاييني باوصل لواي 30 times 6 إلا هي تطلع معي كام 180. فقوله بس يبقى دي 6. ودي 180 minus zero zero zero. او ساعة ممكن الموضوع معك اللي فكش كتير تلاقيك بس بتزود zero واحد او two zeros تلاقي الquestion بخلص معك باش عندك اصلا اي ريميندر. so the quotient equal zero point one six. next question. we have fifteen point eight. اول ما جاء عمل start. هبدأ بمين؟ ألا نبدأ بالone. one divided six ما تنفعشي. يبقى ناخد مين؟ هناخد الففتين. فايب. ففتين divided six 10 فالما روح لتابل six six باي كم تدين حاجة ففتين ألي two. لاني six باي two equals twelve. نبدأ نعمل منس. so fifteen minus twelve equals three. دور عمين point. so put point up and put eight down. ويالله بنروح لتابل six. اي ارو حاجة اليها 38. اليها 36. اليها six. and the 36. and we'll start to make minus. here it's a two. وبعدين يا مستر هنعمل اي. اللي والله يا مستر ممكن نزود اكسترا zero. صحي كده؟ اه. طيب ادي كمان zero يا مستر. وبعدين اللي لو زودنا zero ده. هنروح من الزير المتحتين اهو. طبعا عشان في point قدر بتزود zero براح تبقى 20. فمجد عمنا 20 divided six. ادي اينا three. يبقى three by six equals 18. minus two. طب لو انا زودت كمان zero. هتبقى 20. برضو تطلع معنا هنا فوق three. لما تطلع فوق three. يبقى هنا تحت كم? 18. وارجع عمل minus. هيدين اينا ايه? two. الله. بدأت تكرر بقى وص او ما بقى يسأل فيها repeating stop. ما تكملش. خلاص. سيب الانسر على كده. طب اوقف على فين يا مستر. بص بقى حبيبي. لما يجي كوستين زي كده في الاجزام. teacher لازم هيحدد لك في الامتحان يقول لك. find to the nearest hundred. او thousand. يعني هو هيقول لك stop. هتوقف عمد فين. بس ساعتها لازم يستخدم فكرة الراوندين. وده اللي هنشوفه كمان شوية في ال questions. هلا؟ يبقى ال question ده صحيح لسا فاضل في remember. بس ده it's called infinite division. infinite division يعني infinite. يعني question ما بيخلص الدفاية. يعني هتفضل two point six three 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 three. and it will not finish. مش هتخلص. دي اسمها infinite division. لكن finite division اللي هو الدفاية اللي بيخلص بال reminder بتاعه zero 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 zero. شمعك ايه؟ اوكي. يبقى احنا question خلاص اللي فات. شفنا finite division وشفنا infinite division. estimate the quotient then use the standard algorithm for division to find the quotient. use your estimates to check the reasonableness of your answer. طالب منك هتعمل estimate ونعمل بتاعها. طيب في الاستمات سامة لخالص 51 دي ممكن نقول عليها 50 divided by 5 equals 10. وده تعلينا طبعا في اللي فات. وانا ده كده اسمه under a estimate. تعال بقى نشوف الانسر بتاعنا الطبيعي. هي طلع معنا كم نبدأ نعمل الدفاية بتاعنا بسرعة. يلا بينا. هنبدأ بمين؟ بفاية الواحدة دفاية 5 equals 1 minus 12B zero. الواحدة الواحدة ما ينفعش عمله دفاية 5 بوت 0. يجد دوره على البوين. تطلع على البوينت فوق. وننزل ال 6. بدي بس كستين دفاية 5. اه رب حقاليها ليسري. تطلع معينا 15. من يعمل مينس يطلع معينا 1. وتنزل ال 5. 15 divided 5 equals 3. هنا 15 minus 00. تطلع معينا 0.0. تطلع معينا 0.0. وتطلع معينا 10.33. لذا تحققها رب حقاليها. نعم تطلع معينا. لأنه تطلع معينا. تطلع معينا. تطلع معينا. وخلي بيلك دي سميناه under estimate ليا عشان الستميشن تطلعت واصغر من الكوشن الحقيقي اللي تطلع معك. ده next question. 73.02 divided by 6. ازاي يا مستر هنحل الكوشن ده. ببساطة. هبدأ مع 7. اول 7 divided 6. هتريد نعمل الأستمية الأول يا مستر. اقول لك. اقرب حقا في الاستمية. احنا ممكن نعمل 72 divided by 6. ليه تطلع معينا equals 12. وتبعا اندا كده underestimate. ونبدأ نشتغل عال divide. 7 divided 6 هنا 1. اول 1 by 6 equals 6. and make minus. So seven minus six one and put three down. معي 13. يلا روح ادور في table six على مين? على 13. six by what equal 13? it's a two and a twelve. الان 13 نفسها مش موجودة. and the remainder one. قد دور على مين? قال للpoint. طلع الpoint ما كانه فوق. وخد الزير بعد كده معك تحت مع التن. طيب. التنية مستر. 10 divided 6. اللي عرب حق عليها 1. اللي هي 6. and 10 minus 6 equals 4. and put two down. so 42 divided 6 equals 7. and here it's a 42. and they make minus zero zero. so this one it's a finite division. and the answer will be 12.17. 12.17. طيب. ذاك ده ايه مستر رسونابل. اهلا لديل اسميت بتاعك it's very near to the quotient. طبعا لديل اسمي بتاعك اسموية under estimation. في نفس الابتعجنا. يلا بينا معنا 26.4 أن 2.2 سوه. ولكن كيف نفعل ذلك؟ الأول حاجة الحبايب بنعملها. إن أنا ما بخليش 2.2 زي ما هي. لأنا اتفات معكم في أول الفيديو قلنا هي لازم الدين يكنش في ديسمال البوينت طبعا نعمل ايه منستر هنغير شكل الكوستيون ده ونخليه 2.2 هتبقى 22 وقالت طالما حركنا ال point one digit to write يبقى لازم ال point هنا كمان يتحرك تبقى اسمع 264 وكده شكل الكوستيون عندنا هتغير يلا بينا نكتبه ونبدأ نشتغل عليه بقى ال divide بتاعنا هذه 264 وعدة 22 يبقى انا عملت ايه زي ما عملت للدفايزور هنا buy 10 لازم اروح للدفيدنت هو كمان وعمل له buy 10 طيب ولو حبينا نعملهم استميطة عادي جدا كأنك هتعمل مثلا 260 divided by 20 and the answer will be 13 طيب يلا بينا بقى نعمل الكوشن نشوف الانسر عندنا هيطلع كده ومستر وبعتي كده خلاص ونطلعش برجعش بpoint في مكانها لا خلاص مع الpoint خلاص طرعت outside خلاص يبقى مش هارجعها تاني اوكي طيب هيطلع معي كان بها الانسر تعالى نشوف كده قال لي 26 divided 22 وتطلع معي one اللي هي عرب حقا لي 22 make minus so 6 minus 2 it's 4 2 minus 2 it's 0 خلاص ما بكتبوش والننزل 4 طيب 44 divided 22 equals 2 and write down 44 make minus remainder 0 0 so the answer will be 12 next one how can we do 99 divided by 0.4 زي ما اتفعنا احتاج اعمل هنا by 10 عشان اعمل move the point يبقى زي اياه by 10 بس يا مسترينة ما فيش decimal point زي ما اتبقى قلت لك لا تعملو في ال divisor لازم تعملو في dividend لازم لو اعملت لل divisor by 10 يبقى لازم تروح للdividend برضو كمان وتعملو by 10 so 0.4 by 10 هنا اتبقى 4 and here 99 by 10 it will be 990 ويلا بينا نروح نبدأ نشتغل على table 4 و 990 divided by 4 طبعا يا مستر مع الستميشن اللي نقدر نعملها استميشن ونحلها عادي جدا ازاي مسلا اقدر اخليها ايه اقدر اخليها 1000 divided by 4 طب 1000 divided by 4 طبعا يا مستر اللي طبعا يا مستر اللي طبعا 250 وبعدين يلا بينا نبدأ ان يعمل 9 divided 4 equals 2 2 by 4 equals 8 make minus remainder 1 then put 9 down so 19 divided 4 that's 16 equals 4 and here 16 minus here it's 3 then put 0 down so 30 divided 4 then here is the number to it it's 7 that's 28 so write 7 up and 28 down make minus remainder 2 طب وبعدين يا مستر هامل ايه قال لي اما اقولي الانصر 247 remainder 2 او احنا برنا يا مستر نقدر نكملها طبعا نكملها ازاي تروح مزود من عندك decimal point لان القصية ما فيوش point دلوقتي صحي كده اوه تروح مزود من عندك point وتروح مديني extra zero تروح مديني ايه extra zero وتروح مديني ايه extra zero وتروح من الزلو مع 2 يبقى انا بزود zero بس بعدي ايه point يبقى لو فيه point موجودة ايه اوكي زود zero ما فيش point يبقى تزود point وبعدين zero so it will be 20 divided 4 equals 5 تنسى الpoint زودتين اوه لازم تعمل زيها هنا كمان في الانصر and here 20 minus so zero zero it's finite division so the answer will be 247.5 فالنمبر قريب للإستيميشان اللي احنا عملناه سوى the next من هنا بقى بدأ يديني فكرة تانية في الكوستيوم بيقولك find the quotient of each of the following to the nearest tense ومعنة to the nearest tense يعني هو هنا عاوز يقولك ان الكوستيوم ده ممكن ما يطلعلوش answer زي اللي كنا حلنامت شوية وطلع معي 2.63333 فموقفش هتطرر اعمل ايه بعمل بقى approximate اللي هو rounding to the nearest tense اوكي تعالوا بنا نشوف ازاي هنعملها بقى 9 divided 35 دايما كان يتقلك ايه ما ينفعش نعمل النمبر الصغير divided النمبر الكبير لان النار دا قدر اقولك ممكن نعمل اهو بصوا 9 divided 35 ازاي بصوا معي اصيك add 9 under and the 35 outside يا مستر ازاي نعملها كده احفظ بقى دايما الدفدنت هو الاول بيكتب جوه والدفايزر هو التاني فيه point لا مفيش point شكرا طب يا مستر ازاي هنعمل 9 divided 35 ده ما ينفعش اقوله طب ما ينفعش نعمل ايه زود zero طب يا مستر وكل answer يطلع ايه اقوله بص بقى اللعبة بتروح مزود extra point من عندك هنا وهنا وتروح مزود zero ساعة بدل من النمبر ده بقى اسمه 9 بقى اسمه 90 كاينك مش شايف بقى خلاص الpoint اللي تحت كاين بقى اسمه ايه 90 بقى قولك بقى 90 تانس دولة تعال انا اعمل لها divided 35 طب 90 divided 35 مش عارف تعملها رح سمع تيبو 35 35 by 1 equal 35 35 by 2 equal 70 الرب now 35 by 3 equals 3 by 5 15 5 carry up 1 3 by 3 9 and 1 it's 10 so it will be 105 so it will 90 it's here so write 2 up and 70 it's here then make minus so nine minus seven twenty right الحمد لله اعمل ايه بعد كده بزود extra zero وانزله بقى 200 انا فقولنا انا اكمل هنا لغاية مين لغاية 200 طيب هوصل لغاية فين بقى يا مستر في 200 اللي اقرب حاجة ليها مثلا يا مستر لو اشتغلنا هللاقي هنا 35 by 4 تطلع معانا 140 اللي بعدها 35 by 4 هل يقى تطلع معانا كام قال لي يا مستر ادي الفايف اهي وففتين مثلا كام هنا ايتين ماشي طيب اللي بعدها 35 by 6 هتلاقيها يا مستر بقى 210 مزبوك كده حبابي معاية تمام طيب ار بحاجة ال 200 مين هي 185 اللي هي الفايف ونكتب هنا 185 ونجي نعمل لها مينة الله ده مش هيخلص مستر ما هو هناك انا اقول لي ابروكسوميتو دي نيرستي تنس او مين التنس التنس هي التو يكفيك ان انت تجيب ديجت بعد التنس يعني ايه هو عاوز تنس اللي هو تو تروح جايب الديجت اللي بعد اللي هو مين الفايف وبعدين نسأل الفايف يا ترنتي بور ولا ريتش فالفايف تقولي لا ده انا ريتش اقوله طيب اديني وان فساعتها الزيرو بوينتو دي لما عملها ابروكسوميتو دي ستبقى كام بتطلع معايا زيرو بوينت تري يعني من فعش المستر اكتبها زيرو بوينتو لا اه لا اه لانه هو زيني ريتش تنس فان عايز اعمل ابروكسوميت عشان نعمل ابروكسوميت لازم الاقي ديجت بعد التنس عشان اقدر اشتغل عليه وما كملش يا مستر لا خلاص ما كملش الايد اتفايته اوكي انا فايمتوا معايا 15 ديفيد ثيرتي ايت ات اعمل هذا ازاي نفس الكلام اللي قلنا اه يوم شوية اهو ادي الففتين وادي ثيرتي ات ونسأل نفسنا يا ترى انفع انا اعمل ففتين ديفيد ثيرتي ات اياته ألي لا اما ينفعش طب هنالك نعمل يا ماستر اللي خلاص بوت zero ونزود point هنا وهنا وندي له extra zero بقت 15 150 10 طيب نعملها ازاي يا ماستر ديت فبقول له خلاص يلا بينا نشتغل على 150 نروح نسمع table 38 اقول كده 38 by 1 38 38 38 by 2 2 by 8 16 6 carry up 1 2 by 3 6 and 1 it's a 7 و بعدين يا ماستر او لك at a 38 times 3 so 3 by 8 24 4 carry up 2 3 by 3 9 and the 2 it will be 11 الله سيبه 3 by 8 24 3 by 3 9 and the 2 it's 11 طيب اربنا يا ماستر او ادي 38 by 4 4 by 8 32 2 carry up 3 4 by 3 12 and the 3 12 be 15 يبقى عرب حاجة الياه هي 3 لانه 152 اكبر من 150 يبقى نزل تحتنا 114 وفوق هنا 3 تبقى minus طبعا ده يبقى 4 وده يبقى 10 so 10 minus 4 equal 6 and here 4 minus 1 equal to 3 طب معنا 36 يا ماستر هعمل ايه هروح مزود له extra zero ما زودش بوينت لا خلاص ما الوينت هنا موجودة وخلاص طلعت فوق في الانسر ما زودش بوينت تاني والزيرو ده روح منا الزيرو بقى 360 طب يلا نروح لـ 360 عمل لها divide طبعا مع السرعة شوية لو انا اشتغلت عليها هتلاقي يا ماستر اعرب حاجة ليها هي مين هي الـ 9 لان الـ 9 باي 38 it will be 9 باي 8 72 to carry up 7 and the 9 باي 3 it's 27 and the 7 it will be 34 بعدين ممكن حاجة تعمل مينس خلاص كل تمام تمام بس سوى يا ماستر كان عاوز تو the nearest tenth طب والتنس اللي هو مين 3 بس 3 تسأل الـ 9 تديني ولا ما تدينياش؟ اوه تديني ساعتها تبقى 3 ديها هتكون كام يا ماستر اللي ما عملها الـ rounding هتبقى 0.4 هتبقى كام اللي هتبقى 0.4 اوكي حبيبي يلا next question هنعمل فيها ايه ها ادي النمبر اهو 121.1 and outside the 9 فركز ديمن الـ different لجوه والنمبر الثاني outside يلا نبدأ نقول ينفع 1 divided 9 لا طب 12 divided 9 ايوا 1 by 9 equals 9 make minus so 12 minus 9 equal 3 then put 1 down so 31 divided 9 اقرب حاجة ليه هي 27 اللي هي 3 so 3 by 9 27 and the make minus تطلع معي فرمندر هنا 4 الدر على مين على الـ point تطلع الـ point 4 ونزل الـ 1 طيب اقرب حاجة ليه همين يا مستر هه من شاطر هيقول لي برافو علي اقرب حاجة ليه فعلا هي الـ 4 ديني 4 by 9 36 ولم عملها minus from 36 to 41 it will be 5 هروح مزود زيرو من عندي تنسجده من عندك خلاص وروح منزلو بقيت 50 divided 9 اقرب حاجة ليه 5 اللي هي 45 مستر اكمل لا استوب هو عاوسه لنيرست التنس واحنا انتفقنا من جيب بعد التنس وان ديجت فاتبقى فاتبقى الـ 40 الـ 5 جيب قالت له ايوه so this answer when i do round it will be 13.5 وكده يا مستر يبقى خلصنا اول فكرة عندنا اللي هو how can we make rounding طيب ممكن يقولي لا هاتها للهندردس خلاص نفس النظام هي نفس الفكرة اللي انا كنت معاملة حبيبي في الـ steps ادي برضه اهو ادي الـ 46 و ادي الـ 2.8 قال لي يا مستر بس خلي بالك هو انت ينفع تعمل والـ divisor في decimal point قال لي لا طبعا نعمل ايه اللي ينفوض اعمل هنا بـ 10 وعمل هنا زيها بـ 10 فسعية دي تبقى اسمها 460 والـ number ده يتغير من غير point يبقى اسمه 28 بس يبقى انا عملت بـ 10 ليهم هما الـ 2 عشان امشي الـ point الموجود عند الـ 2.8 بعدين واقول له يلا بينا نبدأ نعمل الـ 460 divided 28 اول حاجة نبدأ بيها الـ 4 ما تنفعش هناخد الـ 46 ونبدأ ناخد table 28 هتبقى 1 by 28 equals 28 make minus 16 minus 8 equals 8 and here it's 1 then put zero down لما نروح نسمع table 28 ممكن نلاقي اقرب حاجة لها هي 6 عندنا عشان خاطر 6 by 28 equals 168 and make minus 10 minus 8 equals 2 and 7 minus 6 equals 1 خلصنا كده يا مستر لا ما نعمل ايه بعد كده قال لي هنزود point لان ما فيش point هنا وهنا ونديله extra zero اهو وننزل بقيت 120 ونروح اشوف 120 on table 28 لما هكتبقى 28 by 1 28 by 2 28 by 3 28 by 4 تو عندي لازم اتعملها في الـ exam هتلاقي اقرب حاجة لنا هي 4 لاني 4 by 8 32 2 carry up 3 and the 4 by 2 8 and the 3 12 by 11 هلما هتعمل minus هتلاقي الانسر هنا يطلع معك 8 لاني 10 minus 2 8 1 minus 1 equals 1 خلصنا لأ بنزود كمان extra zero بقيت 80 فنروح نشوف الـ 18 لاني اقرب حاجة عندنا 2 لاني 2 by 8 16 6 carry up 1 and 2 by 2 4 and the 1 it's a 5 ولما نبدأ نعمل لهم subtract هللاقي يا مستر 10 minus 8 equals رابع عليكم 4 and 7 minus 5 it's a 2 فالـ 24 اصغر من 28 ده كلام مضبوط طب قدر من ايه اروح مزود كمان zero طب احنا ليه مستر موقفناش وعاوز الـ hundreds حبايبي وانا لسه عند الـ hundreds لازم اجيبي الـ digital اللي بعديه اش نعرف اعمل rounding طيب بقى 240 او رب حاجة لها تبقى الـ 8 وهبدا اعمل ملتبلاي 8 by 8 64 4 carry up 6 and 8 by 2 16 with 6 it will be 8 by 2 16 with 16 and 6 it will be 22 okay طيب so you can make minus no problem so when i make the approximate here it will be 16.43 ل عشان الـ 2 اسألة الـ 8 الـ 3 اتلاعنا rich number فاديني 1 يبقى انا كده وصلت الـ answer لمين للـ hundreds يبقى انا كده وصلت الـ answer لمين للـ hundreds طبعا كده حبيبي طيب يلا نشوف another question 7.034 divided by 1.7 هنبدأ نشتغل على الـ question بتاعنا عادي جدا هنبدأ نعمل ايه في الاول خلي بالك ما تزهقش انا كل حاجة ده بحاول على مرانك كتير بديك examples كتير بديك الافكار المختلفة الموجودة في الليسون ده معلش الليسون كبير شوية في افكار كتيرة بس مهمة جدا ولازم تتدرب عليه ولازم بعد ما خلص ترجع تحل عليه تاني خلاص تمام طيب اهو ادي 7.034 سوان يا مستر قبل ما اشتغل انا هنا هحتاج اعمل بايتين عشان اطلع الـ point دي يبقى هنا زيها بايتين خلاص تمام يبقى انا كده بازبط الـ questions بتاعتنا هتكون 7.034 والنمبر هنا يكون اسمه 17 وابدأ اشتغل 70 divided 17 70 divided 17 هروح اعمل اي بروح اكتب التابل انا بس اختصار الوقت لك انا بطلع الانسر من التابل بسرعة انا عارفين 17 by 4 so 4 by 7 28 8 carry up 2 and the 4 by 1 it's a 4 and the 2 it will be 6 when you do minus it will be 2 مين الدور عليها الـ point تروح مطلع الـ point تفو وتنزل من 3 23 divided 17 it will be 1 إلايه 17 وتروح تعمل minus so 13 minus 7 equals 6 and 1 minus 1 0 then put 4 so 64 divided 17 عارف حاجة ليه 3 لان 3 by 7 equals here it's 1 and 3 by 1 3 and 2 it will be 5 when i do minus so it will be here 13 خلصنا لا ازود اكترا 0 من عندي وانزله وتبقى 130 هنا يا مستر اتبقى عارف حاجة ليه 7 وسهل تعمل بقى 7 ايه فيطلع معك الانسر كده وسهل تعمل من minus and stop ليه لأنه عاوز rounding to the nearest hundreds فيبقى الهندردس عندك اللي هو مين اللي هو 3 3 ask 7 give or not give give so the answer will be 4.14 خباك دبيلك انه بتطلع معك give ممكن تطلع معك poor number ما تديش كنا سيحنا نخليها 4.13 بس وجينا حبيبي لproblem solving زي ما انتو عارفين قبل ما نروح لللسل ممكن يكون في problem solving لواحدة ولا ممكن يكون عندي problem solving كمان في ال question like reda works as a plumper he has 150 meters of copper pipe that he needs to cut into cut into cut into ايه معانا انا عمل ادفايد عطود into 40 equal sized smaller pipes so how long will each pipe يبقى انا بسألك على each على كل واحدة كم وcut into ده معانا انا محتاج اعمل ايه long division that's 150 divided by 40 so when we start to do it we'll start the first with 150 divided by 40 we'll start to write the table 40 that's 40 by 1 equal 40 فكرك تاني بالطريقة buy 2 equals 80 buy 3 equals 120 buy 4 equals 160 so the nearest number to it it's a 3 write 3 up 120 down make minus and remember 30 خلصنا يا مستر لا هنعمل ايه حبيبي برافو عليك ونزود point هنا وهنا من عندي ونزود extra zero واروح من الزيرو فالنمبر اسمه ايه 300 وابدأ اروح ادور في table 40 على 300 اقول له طيب add 40 by 5 هتطلع معانا 200 40 times 6 تطلع معانا كامية مستر 240 then 40 times 7 equals 280 وطبعا 40 times 8 equals 320 يبقى رب حاجة لنا هي مين هي 7 so write 7 up 280 down and make minus so 0 minus 00 0 minus 8 can't be here it's 2 and here it's 10 so 10 minus 8 equals 2 خلصت لا اروح مزود كمان zero زي ما اتفقنا انا بفضل ازود zero اسبعد الpoint لغاية لما تخلص او يقول لي rounding to the nearest tenth or 100 او كده فبقوا فعند الثنث واجب الديجتال بعديه عشان يساعدني في rounding بقيت 200 هنا عند نمبر مين عند نمبر 5 so write 5 up and 200 down minus zero 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 ها سكرا هباي بي so the answer will be 3.75 now we'll start the next question so in the next story problem here we have it عمد the electrician or electrician has 4.5 meters of wire that is cut into 30 pieces يبال 4.5 meters cut into 30 pieces that are all the same length so find the length of each عاوة بكل واحدة يبال نفس النظام هبدأ اعمل divide يعني 4.5 divided 30 هل بقيت 4.5 meter ولا اسمه على 30 pieces مش 30 اللي اسمه على 4.5 خلي بال طيب يا مستر هو ينفع ان يعمل 4 divided 30 بقول له لا so put zero up بعدين هيجي دور الpoint وباسمها 45 ابدأ ادور ال45 اللي ياتب 1 by 30 equal 30 make minus remember 15 خلصنا لأ ازاود point لا خلص الpoint الموجود بنزاود extra 1 0 and put it down so 30 divided by 150 divided by 30 it will be 5 because 5 by 30 equals 150 make minus 0 0 0 so each piece will be 0.15 meter ممكن اكون حبيبي خلصنا listen تعالي النهاردة تكلمنا فيه عن divide تكلمنا فيه عن كذا فكرة number 1 لو انا بعمل divided by decimal number لازم اتأكد ان divisor ما فيش عنده decimal ولو عنده يبقى لازم اتغير decimal امشيها من عنده بعمل لها by 10 او by 100 او by 1000 اللي هعمله لل divisor هروح اعمله لل dividend يعني عملت ال divisor بروح اعمل وابدأ عمل divisor بروح اعمل divisor by 100 وابدأ عمل وابدأ عمل المستر فضل معي بزود point لو مفيش ببدأ بس ازود zeroes وابدأ انا زر zeroes ما ننساش اول ما يجدو الpoint معي في الدفايد اروح كاتبه في ال quotient فوق وكده حبيبي بنكون قلصنا النهاردة شكرا لك شكرا لك شكرا لكم فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة